مع عودة موجة الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش على مدن ومحافظات العراق يسترجع العراقيون بذاكرتهم تلك الفترة الأليمة التي سيطر فيها التنظيم الإرهابي على ثلثي مساحة العراق وما جلبته من ويلات راح ضحيتها أبرياء من المدنيين والقوات الأمنية الهجمات الجديدة لتنظيم داعش على المدن العراقية تتزامن مع أزمات حدة تعصف بالبلاد بسبب انشغال القوات الأمنية بتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا محاولة استغلال الوضع الأمني من خلال خطة هجومية استهدفت مناطق مختلفة في آن واحد إلا أن أشد الهجمات استهدفت محافظة ديالة البوابة الشرقية للعاصمة بغداد لتوقع ضحايا من القوات الأمنية تنظيم الإرهابي لا ينتظر أن يستقر الوضع أو أن يكون الناس في حالة طبيعية حتى يهاجم يحاول طبعا من الطبيعي أنه يحاول استغلال أي حالة من ثغرة أمنية أن القوات الأمنية الآن مهتمة بموضوع تطبيق حظر التجوال بسبب موضوع كورونا فيروس طبعا بالتأكيد كان من المتوقع أن داعش تحاول استغلال هذه الثغرات محللون سياسيون رجحوا أن يكون للمكافآت المالية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية مقابل أعطاء معلومات عن كبار مسؤولي تنظيم داعش دورها في المرحلة المقبلة في التصدي للتنظيم كما أثبتت فاعليتها سابقا المكافآت في المرحلة الماضية أعطت ثمار جيدة يعني لما تعلن الحكومة الأمريكية عن مكافآة فهي ملتزمة بها يعني المكافآة ليس فقط للدعاية هي مكافآة حقيقية وكل من يساهم في إعطاء معلومات أو تبليغ عن هؤلاء المطلوبين بالتأكيد يستلم المكافآة وفي الوقت الذي دعا فيه نشطاء في مجال حقوق الإنسان إلى ضرورة إعادة النازحين إلى مناطقهم لضمان عدم استغلال الجماعات الإرهابية للقرى المهجورة كملاذ وأوكارا لتنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية والأهالي ما زالت بعض الجهات النيابية تطالب بالإسراع بإخراج القوات الأمريكية من البلاد بذريعة أن العراق ليس بحاجة إلى قوات أجنبية للدفاع عنه ليبرز السؤال الأهم هنا إلى أين سيصل واقع العراق الأمني في ظل هذه التناقضات السياسية